وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة حل لكم صيد البحر وطعامه استدل الجمهور بحل كل ما يصطدم البحر بهذه الآية أو عفوا استدل فريق بحل كل ما يصدم البحر بهذه الآية الكريمة حتى الميت التي ألقاها البحر وحتى السمك الطافي حتى السمك الطافي قد سيئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا توضأ بماء البحر قال هو الطهور ماءه الحل ميتته فحتى السمك الطافي حلال للآية والحديث والشيء ثالث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا ذات يوم غزاة يعني في غزوة فمن شدة الجوع كانوا يتقاسمون التمرة فيما بينهم يتقاسمون التمرة فيما بينهم من شدة الجوع فلما كان ذلك كذلك تقاسمون التمرة سبحان الله الذي رزقهم ألقى البحر إليهم حوتا هائلا يقال له العنبر فآكلوا من هذا الحوت وكان عددهم ثلاثمائة شخص شهرا كاملا شهرا كاملا يأكلون من هذا الحوت الذي يقال له العنبر وكان يأخذون العظمتين من عظام الشوك أو السفلة كما يقول النصريون يجعلونها خيمة يستظلون تحتها يستظلون تحتها والله تعالى أعلم قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعموه طبعا الأحناف يخلفون ولا يجوزون صيد البحر أو الميتة البحر اللي يجوزونها يعني السمك الطافي عند الأحناف حرام عند الجمهور حلال لماذا لحديث العنبر وقول النبي عليه الصلاة هو التهور ماء والحل ميتة وللآية الكريمة وحل لكم صيد البحر وطعمه أما الأحناف فقالوا إن الله حرم الميتة فالسمك الطافي حرام أكل عندهم لكن عند الجمهور يجوز وحل لكم صيد البحر وطعمه متاعا لكم وللسيارة للمسافرين وحرم عليك طبعا سعبان البحر وحنش البحر وتمساح البحر كل هذا من الملماء من يجوزه لهذه الآية واجعله مستثنى من حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله خرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وحل لكم صيد البحر وطعمه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أي محرمون واتقوا الله الذي إليه تحشرون أي تجمعون والله تعالى أعلى وآلم ثم من الله قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشار الحرام والهدي والقلائدة أما قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أي أمانا للناس فما دمت قيمة الناس في أمان فكان الناس يأتون من بلادهم إلى الكعبة إلى المسجد الحرام يلتقي أحدهم بقاتل أبيه وقاتل أخيه لا يهيجه لا يهيجه ولا يذاعره لا يهيجه ولا يذاعره فكان سبب ذلك وجود الكعبة فهي أمان للناس تذهب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة ترى الأحديث أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال لا يضد شوقها ولا ينفر صيدها ولا يختلق لها ولا يحمل فيها سلاح هذا فيما يتعلق بمكة والتي هي الكعبة هنا والله أعلم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قيل أن الناس كان يأتون إلى الكعبة فالتقي الرجل بقاتل أبيه وقاتل أخيه لا يهيجه لا يهيجه ولا يذاعره حتى يخرج خارج مكة وقول آخر جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أن الكعبة ما دمت قائمة فللناس وجود وقيام إذا زالت الكعبة وهدمت الكعبة فذلك من أشرات الساعة المؤذن باقترابها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه أفحج أسودا يقتلعها حجرا حجرا وهو ذو السويقتين من الحبشة فرسول يقول كأني أرى هذا الرجل الحبشي الذي يقله ذو السويقتين يعني ساقوه دقيقتان يقتلعها حجرا حجرا فإذا زلت الكعبة فهذا مؤذن باقتراب الساعة وعدم قيام للناس والله أعلم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام أي جعل الله الشهر الحرام أيضا قياما للناس فلا يعتدي الناس بعضهم على بعض الفشار الحرام هذا المفترض والشهر هنا اسم جنس والمراد الأشهر الحرم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متوليات ذو القاعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم وراجب مضر الذي بين جمادة وشعبان فهذه الأشهر الحرم كان الرجل يلتقي بقاتل أبي وقتل أخيه فيها ولا يقربه توقيرا لهذه الأشهر الحرم في شهر هنا اسمه جنس والمراد الأشهر الحرم جعل الله الكعبة البيت الحرم قيما للناس والشهر الحرم والهدي أي الهدي إذا كنت أنت تسوق هديا من المدينة إلى مكة ومن بلدك إلى مكة يعرف الناس أنك حاج ومعك هدي فلا يعترضونك بسوء وإن كانوا كفارا كما قال وفد عبد القيس لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما إننا نأتيك من شقة بعيدة ولا نستطيع أن نأتيك إلى فشار الحرم لأجيد هذا الحي من مضر كفار مضر يقطعون الطريق فلكن إذا دخل شهر الرجب امتنعت قبيلة مضر عن قطع الطريق فيدخل الذي يريد الحج أو العمرة ترجمة نانسي قنقر